8 مليارات درهم هو حجم الاستثمارات في مدينة دبي الصناعية التي استقطبت هذا العام نحو 212 شركة جديدة خلال 2012 هذا ما أعلن عنه عبدالله خليفة بلهول مدير عام مدينة دبي الصناعية في مؤتمر صحفي في دبي حيث أكد أن عدد الشركات في المدينة نمى بنسبة 82% في 2012 مقارنة ب2011 لترتفع هذه الشركات من 259 شركة إلى 470 شركة خلال عام واحد بسبب الطلب المتزايد في القطاع الصناعي الذي يشكل ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا وأكد عبدالله بلهول مدير عام مدينة دبي الصناعية أن نتائج هذا العام مرضية جدا ولكنهم يتطلعون إلى المزيد من التقدم وعن نسب التوطين في المدينة أكد بلهول أن نسبة التوطين الحالية تبلغ 65% ويستهدف أكثر من ذلك خلال العوام القادمة الحمد لله كانت نتائج مبشرة بالخير ونتائج تبشر إن شاء الله بعام مواعد للجميع إن شاء الله العام القادم والحمد لله كان في نمو في عدد الشركات بما يقدر ب82% وصلنا ل454 شركة هذا العام والحمد لله نسبة الإشغال كانت نسبة عالية بشكل عام في منطقات المستودعات وصلنا لنسبة 82% في نسبة الإشغال والطلاب الحمد لله متزايد بشكل عام على القطاع الصناعي وإحنا ننظر إن شاء الله أن يكون قطاع واعد الحمد لله نسبة التوطين نسبة عالية وإحنا فخيرون بهذه النسبة تقدر ب65% وإحنا فخورون بنوع الكفاءات اللي يستدير المدينة الدبيس الصناعية اليوم كفاءات وطنية ذات مؤهلات علمية عالية الديرة بنوع من النوع من الاحترافية وإحنا نأمل إن شاء الله أن هذه النسبة تكون بزيادة